نعود إلى الموضوع السوري وبالتحديد طرد داعش من آخر منطقة كان فيها آخر منطقة كان بدمشق اليوم النظام يسيطر بالكامل منذ عام 2012 للمرة الأولى على دمشق معي من كافنتر البريطانية رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير مرصد سوري لحقوق الإنسان مساء الخير أهلا بك معنا سيد رامي قلت حضرتك بأنه مفروض هذه مقدمة وقف النار لإجلاء داعش للبادية اختصر لنا المشهد لو سمحت انطلاقا مما حدث وما الذي سيتلو نعم اختصر من البادية حقيقة الأمر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية في المناطق التي رحل عليها التنظيم على قوات النظام والمسلحين الموالين لها أدى لمقتل ما لا يقل عن 26 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جلسيات غير سوريا طبعا خروج التنظيم من مخيم اليارموك وجنوب العاصمة كان أفضل من كامل الفصال التي خرجت من الصفقات مع النظام التنظيم ساهمة بهذا الخروج بالإفراج عن عشرات المعتقلات خرج التنظيم بسلاحه باتجاه البادية السورية خرج أيضا وقرج عناصر التنظيم عفوا عوائل عناصر التنظيم وبعض المدنيين باتجاه محافظة إدلب نحو 600 مدني وصلوا إلى محافظة إدلب من جنوب العاصمة هؤلاء بينهم الكثير من عوائل عناصر التنظيم أي أن التنظيم هو الذي حقق ما أراده باستثناء طلب واحد كان سماح لعناصر التنظيم بالتوجه إلى منطقة جنوب غرب درعة وتحديدا مسلس جولاد السوري المحتل الأردن درعة لذلك نقول أن النظام بشال أسد عندما نشم قبل ثلاثة أيام أن هناك مفاوضات ووقف أطلاق النار وأن عناصر التنظيم بدأوا يخرجون كان يقصب على أبناء الشعب السوري يقصب على جمهورهم والنظام أمام أبناء الشعب السوري غالبيتهم النظام كاذب ولكن كان يقول بأن ووقف أطلاق النار انتهى وبدأ العملية العسكرية وإذا به يسيطر خلال نصف ساعة إعلامية على مخيم اليارموك وجذر من حي التضامن لم تكن هناك أي اختباكات يوم أمس ولكن ما حققه الروس في جنوب العاصمة أنهم عادوا دمشق العاصمة للمرة الأولى منذ عام 2012 تحت سيطرة النظام حليفهم وتابعا لهم في سوريا ماذا يعني هذا للفترة المقبلة سيد رامي الفترة المقبلة يعني بأن هناك تقاسم نفوذ أصبح واضحا وجليا داخل الأراضي السورية ما بين تركيا وروسيا وإيران حتى لو أعراض روسيا إعلامية إخراجها من سوريا والولايات المتحدة الأمريكية سوريا لم تعد سوريا وبشار الأساس لم يعد إلا تابع وبالنسبة لروسيا هو رئيس جمهورية من جمهوريات روسيا الاتحادية شكرا من كفانتر البيطانية رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان سوريا